وفق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة البريكس بالمجلس بحيث تعنى بملفات تعاون مع تجمع البريكس وتضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي بمقار الحكومة بمدينة العالمين الجديدة وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى توجيه الصادر لوزير طيران المدني بأهمية العمل المستمر على تطوير مطاري العالمين وبرج العرب الجديدة كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته كما وافق على منح شركة سامسونج إلكترونيكس مصر الرخصة الذهبية لإقامته وتشغيل مصنع التليفون المحمول ببني السويف